اشتركوا في القناة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النهر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مع عشر المسلمين والمسلمات تحدثنا لكم بفضل الله ومنه في الجمعة الماضية عن المجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه الوحي عليه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقلنا بأن هؤلاء الناس وهذا المجتمع كانت فيه أشياء تحمد وكان فيه أناس لهم إيجابيات ولهم أخلاق طيبة فجاء الإسلام فراعى وحفظ ونمى تلك الأخلاق الطيبة وداحض وازال ومحا كل الأخلاق السيئة وداحض ولم كان الذي كان يجب فيه مجتمع فيها حلال الله وآخرج يجب أن يجب أن يكون معاوة مشاكة في المعجلة لديك أشياء محاولة المتجابة في المعجلة كل ما يحاولت يحاول أن يتبعه من المحاولة وطرق أن المسيجن للمرة ازرفك. فهذا في نحن لاودية المسيجن، يجب بسطعه واحد و نتعالي بسطعه. لك، ينطع لعمل سيدي حدوث يغفل. وغفره الهائل المسيجن، أو سيسطعهم، أو شخصية المتأولة. Ça c'est, tu trouveras, l'islam ne va pas te laisser faire ou commettre ce délit. إنه شيء شخص يشعر في مجاحة وكذلك يشعر في مقابلة وكذلك يشعر في مقابلة لن يشعر في مقابلة يوجد مقابلة أصبحت أعرف أن أحدهم أن أعرف هذا من أكثر على غير لأنه قد تجد أخطر يتينيك أوليك ولم يديك أوليك لا يوجد يبن في المدين يوجد تشعرين يتبعون أن يكون هذا الشيخ أوليك ويقول إذا كانت لديك أوليك تجريك اوليك يبنى هناك أوليك أو يحبك حوليك أوليك أو يحبك حوليك في المنصف كي بلك نفع أولا هي من ناحية من الزاوية لك تشوف أنت والنفع قليل والنفع محدود والنفع ما شيكي عم النس كاملين ولذلك لما الناس تغربات بالنسبة للخمر قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ومن يوجد قد يوجد أن يوجد مال يوجد مال يوجد مالك يوجد مخصر أو الموت من المشاكل أو المضائل مع المشاكل أو يجب تغربات المدولة ومن ثم تحببا لكي تقوم بحثين ويجب أن تتعرف على المدولة يعجب أنه تحب المناسبة للنفع تجب أن تتعرف عليك دالي أوفره ستبورة ديو مال فالذلك المجتمع اللي تبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الأسبوع الماضي كانت فيه أخلاق طيبة الكاذيب كان عندهم عيب عدم الجود وعدم الكرم وعدم إعانة الملهوف وعدم يعني إعانة المظلوم كل هذه القيام والأخلاق كانت عندهم موجودة toutes ces qualités d'être généreux d'être aux côtés des opprimés d'être à l'aide de ceux qui sont dans la nécessité ceux qui sont dans le besoin فكان هد الأخلاق موجودة ne pas mentir, ne pas tricher فكان هد الناس يعني avec des d d d من جميع الإسلام وقالها وقالها فايدا لكن الإسلام بعد وقالها وقالها عندما أحدثنا وقالها اللي إسلام لحلقة لحلقة عندما نتحدث أنه يستطيع الطويل 100 الروحات و100 الوقات إليه انتبه إحتل الأكتب أن تكون سامد الله صحانه وتعالى في وقت و في زمان و في بلاسة بمعنة وكنات إعادر مع العرب والذي كانوا في الجزيرة العربية والذي كانوا في الوقت من النبي صلى الله عليه وسلم أما دابا ما كيهدرش معنا الإسلام نحن نديرو اللي نبغينا لا هو نفس نفس كل ما يقدر لذلك ربك يحسبنا ويطلب مننا على ما نزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعرفون رسول الله؟ هل أطعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه les questions, elles étaient posées à cette époque et on a eu la réponse à cette époque et on aura la réponse toujours pour l'entretenir et pour qu'elle soit solide dans le cœur d'un croyant إذن فلما الإسلام جاء عند هذه الناس لقى عنده هذه les qualités كانت لقى إنسان مزيان ما يكذبش ما يسرقش ما يظلمش مع أن الظلم هذا c'est une nature الإنسان لا يظلمش واحد ويهبط عليه من طبيعة الإنسان إنه يدير هذا الشيء ولكنه ما كان عندهم يعني حشومة عيب أنه مديرو احتقى للمتنبي والظلم من شيء من رجال فإن لم تجد ذا عفتين فلعيلة لا يظلم quand quelqu'un tu le vois il n'est pas injuste tu sais qu'il y a quelque chose qui l'empêche soit la personne qui est en face elle est plus forte soit elle a plus de pouvoir et fais attention mais d'habitude s'il peut l'écraser il va le faire dès la première occasion qui se présente طيب ف خصنا الأصل هو هاد الناس مزيانين ولكن ما كانش الإيمان إليه ولا فو فإذا خص هاد الناس يآمنوا باش ذاك العمال ديالهم تولي تدخل لوحد الميزان لذاك الميزان باش نفتحوه ونبدو نوزنوه فيه خصنا واحد الشرط له وشارك لإيمان avant d'ouvrir cette balance le code de cette balance c'est la foi باش ادنه الوه et après on met les oeuvres si si cette balance n'est pas ouverte si on n'a pas le mot de passe même si on fait ce qu'on veut comme bien même si on est le plus généreux le plus généreux sur cette terre on donne aux pauvres on donne ce qu'on possède on donne aux nécessiteux on donne partout etc ولكن on n'a pas le code tous ont le balance juste par la fenêtre فلذلك هو جعلهم مزيان هذا شيء ولكن بلا إيمان ما كان والو ولذلك حثهم عن الإيمان قالوا ما تش يتدروا مزيان ولكن خذكم واحد الحاجة اللي هي الإيمان وهم ما يسحبون الإيمان هو غدي يقول لا إله الله رسول الله وبدأ ويصلي قالوا لا هذا الإسلام ils ont commencé ils ont attesté l'attestation de foi ils ont commencé à faire la prière etc قالوا on est des croyants vous êtes des musulmans maintenant قالوا الأعراب آمان قول لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أسلمتوا الله سبحانه وليما يدخل الإيمان في قولوا بكم مزال خذكم واحد vous avez besoin d'un autre travail pour que cette foi يعني que vous changez le statut de musulman vers le croyant celui qui a une foi il y a une grande différence entre les deux l'islam أعطاهم une nouvelle notion de beaucoup de choses منها la foi منها الإيمان فهمهم بأنه الإيمان عنده عنده العجاب العجاب يفعلو في الإنسان العجاب يحويلو الإنسان cette foi elle change la personne elle change la conception de la personne de cette terre de cette vie وإذلك وكما كبير هم بالأخلاق ذك le changement radical تاع la conception de quelque chose بحال le plus fort dans la société قال l'ou النبي صلى عليه ما تقولون في sur عتف كم ما تقولون في رجول القوي سأل هو la person la plus forte في la société قال qu قوي في نحن شدد السور 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 يعني celui qui met son vis-à-vis par terre تقولون إبتو سور بمنكي سر رو قال ل النبي صلى سم الله ل س شد بس سر أحس يوم شد من يملك نفسه عند الغضب vous savez le plus fort c'est celui qui se maîtrise quand il est en colère ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec la conception de la société dans la société où ils vivaient pour eux le plus fort c'est celui qui fait mal à tout le monde qui fait peur qui fait peur à tout le monde qui agresse tout le monde qui est mauvais il y a les concessions à travers cette foi on peut les changer sans foi on ne peut jamais les changer il n'y a pas de foi c'est plus facile si tu ne le fais pas tu n'as pas de foi si tu fais ونحن المنمم يدخل الالف كيرقى الفين بالطبيعة لكن لا كل مرة يدخل الالف وليحة في البحر مكيجي مكيلقاهاش تيرقى لكاس ديالو خاوية بحال هذا كلي كيجي يكل وفعوض ما يحتلق مفمو كيلو حمور اظهرو وكي بحال ديالو خاوية لا ننيه فترة فأسا واحدة يدخل الالف ويف من يدخل الالف كيجي جوية ما ادخل الالف كليل والعرض العلمسل عندما يجب رأسول طبيعة فقط لأطفئة وبين فقط لأطفئة لأطفئة أطفئة بعد فقط مستعدة اذا كان طبيعا وقد قال لي لأطفئة لأطفئة لذلك أطفئة لأنه تنتهى لأطفئة فالصحابة لأطفئة فالصحابة سوالل يجب أن يكون ذقول فكرة سيتم يجب أن نريد كبيره من أعلي إلى الله محمد يسأل محمد لأنه يعني في كل مكان عندما يكون نه يفعل ظل منه محمد يعني المحمود هذا اسم مفعول يعني كل شي يحمده كل شي يثني عليه السما والأرض والملائكة والمؤمنين فهو محمود وذلك نقوله وابعثه المقام المحمود الذي وعدته به ومحمد هذا صيغة تفعيل بمعنى يحمد مرة بعد مرة بعد مرة محمد هذا ممكن نشدد المين بمعنى دائما يثني عليه صلى الله عليه وآله وسلم فإذن فقالهم نبي صلى الله عليه وسلم لaissez-le الشدد le plus fort ce n'est pas celui qui va envoyer 4 ou 5 pour achever la personne non c'est celui qui leur dit laissez-le viens tiens est-ce que tu es satisfait non tu dois me donner plus il lui donne tu es satisfait non tu dois me donner plus il lui donne plus maintenant tu es satisfait oui je suis satisfait comme je t'ai donné cet honneur d'être satisfait essaie de satisfaire mes compagnons parce qu'ils étaient en colère il lui donne plus il lui donne plus il lui donne plus il lui donne plus qui علme le Nabi صلى الله عليه وسلم ثم يريد الرجول la personne comme tu lui as donné beaucoup il voulait le porter mais il n'a pas pu tout porter c'est ça l'incent il prend il prend mais le moment où il sera interrogé il n'a pas assez de réponses par rapport à ce qu'il a endossé sur sa!!! il lui il prend il대 eh society c'est ça il a il et il 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 non il il le les إذاً, هذا هو الناس الخاصة لكي يجعل ذلك كل ما يزالج فيه كل ما تفعله على الحقيقة كل ما تريد أن الله有人 يتطوره بالنساء ها للا يعرف الله هي المهمة الكثير المهمة هذه الاحنية الله صلى الله عليه وسلم هذه هي جهومة خودك تسجيع تعطيق فوقك يمكن أن أعطيقك سيعرف لديك وما لأسفره فقال لذا عندما النبي صلى الله عليه وسلم قالواه رسول الله أصدقل قالواه إذا فقالواه إنه 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 منه إنه إنه إليه إنه 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 C'est lui le fautif. S'il a lésé telle ou telle personne, comment je peux être derrière lui et lui donner un coup de main ? فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستغربتي أنك تكون معا خكم نيني كون ظالم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سودده عن الظلم و تأخذ بياده فذالك نسر الله نسر الله Quand tu l'empêches de faire cette injustice quand tu tu lui donnes le conseil quand tu essaies de le priver de ne pas laisser faire فهذا c'est une tu es en train de le mettre dans le bon chemin tu es en train de le rendre juste كيف هل ستغربت لأن هذا هو العقليين كان في الأépoque أنا مع أولد عمي وأنا أولد عمي وأنا أولد عمي وأنا أولد عمي أولد قبلة إلى القبلة الأخرى ainsi de suite وأنا أولد عمي أولد قبلة إلى القبلة الأبعيدة toujours on essaie de prendre comme allié celui le plus proche mon frère ma famille proche mon village ma région mon pays etc même si on est juste ou injuste ce qui nous donne la jauge de la justice c'est par rapport le lien de parenté le lien du sang c'est 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 le changement radical pour des gens qui ont vécu des décennies des siècles en vivant dans cette société avec des comportements comme ça النبي صلى الله عليه وسلم il a su les changer et ça on le voit tout le temps un changement qui s'appuie sur la foi il donne le fruit un changement où il n'y a pas la foi derrière le combustible c'est la chose qui va te 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 permettre elle va t'aider à faire ce changement c'est la foi c'est la foi il dit qu'il n'y a pas ce changement il dit qu'il n'y a pas la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum ça se dit t'aider t'aider les croyants vous ne voulez pas لا أ apparition لكم بإمكانكم لكي أدريك فإنه يدرون هم يؤمنون معين معين ويسرون ويسرون معين فإنه هذه هي هي وفرحيم لكي يؤمنون الله سبحانه وتعالى أن يغفرنا ويجعلكم أجمعين وأن يرحمنا وستغفره إنه هو رفور رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعوا بإحسان إلى يوم الدين إذن أنا أخارت لكم ما من واجبه أن يتقدم J'ai fait un peu ce que, le sujet doit commencer par ce point très important, la foi mais je l'ai mis en dernier, comme ça il reste dans les cœurs et dans l'intérieur de chacun d'entre nous النبي صلى الله عليه وسلم il a dit aux compagnons لا يؤمنوا أحدكم حتى يحبب لأخيه ما يحبب لنفسه من الخير لا يؤمنوا أحدهم لا يؤمنوا أحدهم لا يؤمنوا أحدهم هذه المرسلين يحبب لأخيه ما يحبب لنفسه لا يؤمنوا أحدهم لا يؤمنوا أحدهم لا يؤمنوا أحدهم لا يؤمنوا أحدهم حتى jusqu'à يعني انت لما وصلتش للغاية فليس هناك إيمان لأن هذا حتى بمعنى شرط طيب اقول الوصلاة لا يؤمنوا أحدهم في الطبيعة المشارة لا يؤمنوا أحدهم لأنها كانت تفعل من زل اللقدين كانت تفعل سيدين شخصاً سيدين على سيدين ما تتم بالسائل بذلك أكيدنا جيدنا كل العامات هذا هو البعض مرحبت بالكامل إنه سمكه من قبل ما يحب المعبر التحديث هو المجتمع للإسلام لذلك الكثير من انظرات هذا الدولي سيكون مضطيور كيفج كيفجج كيفجج في لفهم سعرع يمكن لهم تق المتابر وفهم من الأفهم كان سعرنا ماذا تم في ذلك؟ لا ترفع بالفعل لفامة في ذلك صلى الله عليه وسلم قل هؤلون من هنا ورائهم تقول إنك تكون مخصوص تكون في المتجميع ولكنك يجب أن تتعبير في الوضع تكون مؤثر ويؤثرون على على البعض تكون محتاج أو تعطيه وإذا كانت بهم خصاصة قالوا أنكم تتعبون يقولون كيف يفعلون؟ أعطينا الوحدة أن أخصنا؟ لا أعطينا أن أخصنا. لا أعطينا الحقد الله. لا أعطينا الحقد الله. كيف سأعطينا حاجة؟ لا أعطينا حاجة. قال لهم. والحاجة الأكثر التي يحتاج للإنسان هي الطعام. فقط ولكن الشيء يحتاج أني يحتاجه فلا يحتاجه ليساعدهم لأنه طعام صديم لدينا نزحاجة وتخلص من هذا المساعد ينتجط صديم هل ستكون هذا الشمس؟ انت تقول انا سوف أكون انا سوف أقول سوف أعطيكم رئي مثال واحد سوف أقول لكم مثال واحد إذا أنت الله سبحانه وتعالى نحن نقول لما نعطينا لإنهارة الأخرى لأنك تبعين لأخرى لذلك لا توجد نوع لأخرى لأخرى لأنك تفضل لأخرى لن تجد نوع لأخرى لا تشعر في نفسك لا تشعر في نفسك لا تشعر في نفسك فإنك تقول أن الله يسهل و يزيد و يبارك إن شاء الله هذا هو إذن أنت تكون في نفسك في نفسك في نفسك في نفسك أنت تفعل في نفسك طيب النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أنه يدعاء يدعاء للإنسان من يجب أن يدعاء عندما يستن بالتورة يجب أن يدعاء الله سعر و تحدياتي ونالك يدعاء الله سعر و تحدياته أو الأذان يجب أن يدعاء الله سعر,, يجب أن يدعاء الله سعر في نفسك أو في نفسك يجب ان يقضلLL فإنك تجعل خ إلى 100% إذا كان الناد من ثم يرbody قائل وإذا كان النبي صحيح اللقاء مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُوا لِأَخِهِ بِظَهِّ الْغَيْبِيِ إلا قال له ملك أجيبت دعوتك ولك بالمثل نحن 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 نقول أنك ملت أنت تريد يا ربي تشافي مرضى المسلمين وتشافي كل مريض وفلان مريض صحبي وممكن أن تضربني وكي سبني الله يشافي ويعافيه أعلم بأن ربي صافي تقبل دعاء ديالك 100% حسن نحن نأحن نقول إلا كابيل مثل إذاidez كمان office change الانجين التحرير el ablissement الأlement والإحضار للإمن والإغفرا لنا الأجمعين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أن توسعت كل شيء رحمتنا وعلم أن تغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة اللهم إنا نسألك رضاك ولجنة نعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنا نسألك يا رحم الراحمين من كل خير نسألك من هو عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من كل شر نستعاد بك منه محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك يا مشافي يا معافي أنت شافي كل مريض وأن تعافي كل مبتلاء اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وعافي مبتلانا يا أرحم الراحمين اللهم أن كان مريضا في هذا الجمع الطيب ومبارك شافيه وعافيه ألبس علينا وعليه لباس العافية والتقوى اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تهدي بنا وأن تجعلنا سبب من من اهتدى اللهم اهدي أبناءنا وأبناء المسلمين اللهم اهدنا وإياهم صلاة كالمستقيم اللهم يا رب جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا رب نفس هم المهمومين والمسلمين فرج كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عن المرسلين والحمد لله رب العالمين